اشتركوا في القناة مراحظ اليوم حدث بعض الاضطرابات الجوية مراحظ هذا على صور الأقمار الصناعية حدثت بعض الاضطرابات الجوية في شمال المملكة أدت إلى سقوط زخات متفرقة من المطر في أقصى شمال المملكة وظهرت السحب الركامية وأيضا حدث نشاط على سرعة الرياح وأدى ذلك إلى تدني مدى الرؤية الأفقية بسبب إثارة الغبار والأتربة أيضا ظهرت كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية في أماكن كثيرة وخاصة المناطق الغربية والوسطى والشرقية والجنوبية كميات كبيرة من السحب المتوسطة والعالية صاحبت حالة الاضطراب الجوي التي أثرت على المملكة نهار هذا اليوم لكن اعتبارا من يوم غد الجمعة نتوقع أن تتأثر المملكة بحالة من عدم الاستقرار الجوي حالة عدم الاستقرار الجوي هذه ناتجة بسبب تأثر المملكة برياح قادمة من الشمال رياح باردة نسبيا أو كتلة هوائية باردة قادمة من الشمال تلتقي مع كتلة هوائية دافئة ورطبة قادمة من الجنوب لقاء هاتين الكتلتين المختلفتين في درجات الحرارة ينتج عنهما حالة من عدم الاستقرار الجوي ينتج عن حالة عدم الاستقرار الجوي ظهور وتكاثر السحب الركامية وسقوط زخات رعدية من المطر هذه الزخات عندما تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي تكون مصحوبة بالبرق والرعد والبرد أحيانا وأحيانا تكون الأمطار غزيرة وتستمر تكون تتأثر المناطق التي تتأثر بحالة عدم الاستقرار الجوي يوم الجمعة وتسقط زخات متفرقة ومحلية من المطر هي المناطق الوسطى منطقة الرياض والمنطقة الشرقية والكويت لكن يومي السبت والأحد تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي بتكون كميات الغيوم الركامية بشكل أكثر وتسقط زخات رعدية من المطر بأكثر شدة وتشمل معظم المناطق الوسطى والمناطق الشرقية والكويت وتمتد لتشمل دولة الإمارات العربية المتحدة وأيضا أجزاء من سلطنة عمان ذروة حالة عدم الاستقرار الجوي هذه تكون يوم الأحد القادم ويصاحب أيضا حالة عدم الاستقرار الجوي نشاط في سرعة الرياح وبالتالي إثارة للأتربة والغبار وبالتالي تدني مدى الرؤية الأفقية بشكل واضح وملموس الآن نستعرض الأحوال الجوية التي ستسود مدينة الرياض يوما بعد يوم ابتداء من يوم الجمعة القادم يوم الجمعة باللاحظ الجو بيكون في مدينة الرياض غائم جزئي بوجه عام أحيانا بيكون مغبر والرؤية متدنية في احتمال لسقوط زخات رعدية محلية من المطر لفترات محدودة وفي أماكن محدودة يوم السبب بيكون الجو غائم جزئي بوجه عام بيكون أيضا مغبر تسقط زخات رعدية من المطر بيكون بسحبها أحيانا البرق والرعد وأحيانا بتكون والبرد أحيانا ودرجة الحرارة العظمى بتكون بحدود 31 درجة مئوية لكن يوم الأحد تشتد حالة عدم الاستقرار الجوي وتبلغ ذروتها بيكون الجو ما بين غائم جزئي إلى غائم وتسقط زخات رعدية أحيانا قد تكون غزيرة ودرجة الحرارة العظمى بحدود 27 درجة مئوية وبيكون هناك اشتداد في سرعة الرياح يوم الأثنين تضعف حالة عدم الاستقرار الجوي لكن الجو بشكل عام بيكون غائم جزئي وفيه أيضا فرصة لسقوط زخات متفرقة من المطر والحرارة العظمى بتكون 26 درجة مئوية ويوم الأثنين ينحصر حالة أو تنحصر حالة عدم الاستقرار الجوي أو تمتد لتصل المناطق الجنوبية طبعا هذه الأحوال الجوية تستدعي مننا إصدار بعض التحذيرات من هذه التحذيرات أول شيء خطر الغبار وتشكل العواصف الرملية والترابية وهذا طبعا يؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية إلى أقل من 1 كيلو متر وممكن توصل 500 متر اثنين نحذر أيضا من شدة العواصف الرعدية أحيانا خاصة يومين السبت والأحد وخاصة في فترات ما بعد الظهر والمساء وخطر الصواعق خاصة في المناطق المكشوفة وأيضا خطر تشكل السيول وجريان الأودية وحصول بعض الفيضانات في المناطق المنخفضة والوديان أربعة اضطراب الأمواج وارتفاع الأمواج في منطقة الخليج العربي ممكن يصل ارتفاع الأمواج ما بين متر إلى مترين أعزاء المشاهدين نتمنى للجميع السلامة العامة وأيضا شكرا لمتابعتكم ولا تنسوا متابعتنا على إيريبيا وذر دوت كوم ولا تنسوا أيضا تنزيل وتحميل تطبيق طقس العرب وشكرا لمتابعتكم وفي أمان الله